وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو ولاة الولايات الجدد بالاهتمام بمعاشي الناس والعمل على تحقيق السلام المستدام في كل ربوع السودان يأذلك لدى لقائهم أمس وقال والس النار الماحي محمد سليمان أن اللقاء استعرض الأوضاع السياسية والاقتصادية والتحديات المتعلقة بإحلال السلام والاستقرار بالبلاد وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وجه الولاة بضرورة التوافق بين مكونات الثورة من أجل العبور بالبلاد إلى نظام ديمقراطي مستدام والعمل على مجابهة التحديات الأمنية خاصة ولايات التماس دارفور ونير الأزرق وجنوب كردوفان وقال أن الولاة تأكدوا جميعهم العزم على تحقيق مهام الثورة من أجل تحقيق العدالة